أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيب ربنا محمد النبي الأمي العربي الهاشبي القراشي الأمين اللهم صلي عليه ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرة صلى الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم فيما يرضيه عننا وفيما نبلغ به جنات الفردوس الأعلى بصحبة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم اللهم أمين هذه في الحقيقة دعوة إلى المشاركة في عقد مع الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى هو صاحب هذه البيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذه المشاهد التي رأيناها في مسجد وفي بيت من بيوت الله لو كان هذا بيت واحد منا لسارع فورا إلى هدمه وبنائه على الوجه الأمثل لماذا؟ لأنه يستقبل فيه أحبابه ولأنه يقيم فيه ولأنه يتعايش فيه فما بالنا إذا كان هذا بيت رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وربنا سبحانه وتعالى يعني حذرنا من أن نميل إلى الدنيا كل الميل ولا نفكر في الآخرة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في خواتيم صورة المنافقون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يا الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون المؤمن كيس فطن يرى بيتا من بيوت لا يحتاج إلى المساهمة وإلى البناء وإلى التشييد وإلى التجديد الذكي من يقدم الآن لنفسه في آخرته صحيح ولعلنا سمعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه يوما يقول لأصحابه سؤال بطريقة أو باستراتيجية العصف الذهني يقول لهم صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله فقالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فما أنفقت لله فهو مالك وما تركت فهو ماله ورثتك سبحان الله اللي هتنفق الآن هذا مالك لأنك ادخرته عند من عند الله عند الله سبحانه وتعالى وما تقدم لأنفسكم من شيء إن تجدوه عند الله الذي قدمته لله تبارك وتعالى تجدوه عند الله وإن الله سبحانه وتعالى لا يرد الحسنة بعشر أمثالها فيش بيع أحسن من كده ولذلك شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بئر رومة ينادي على الصحابة الكرام من يشتري بئر رومة ويكون له جزاء ذلك الجنة قام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلا وذهب إلى اليهودي الذي كان يملكه وماذا فعل عرض عليه تبيعه لي قال لا قال يعني طب يعني أشركني فيه لك النص ولا النص لك يوم ولا يوم تبيع في يومك وأنا بيع في يومي ووهب يومه لله تبارك وتعالى صدقة لفقراء المسلمين وعلى المسلمين الجميع